السلام عليكم ورحمة الله حبائبين متابعين قناة مستر تامر محمد أخباركم إيه؟ أمنين يا شباب كل سنوات طيبين وبمناسبة شهر رمضان ربنا يعود علينا الأيام بخير وعلى الأمة الإسلامية كلها الحمد لله احنا خلصنا امتحان شهر مارس يارب تكون كلكم اتوفقتم وحلتوا كويس جدا وتكونوا استفدتم من شرح القناة في الوحدتين اللي انتم امتحانتوا عليهم سواء في ابتدائي أو في هدادي بتمنى من ربنا انتم تكونوا استفدتم جدا وتكونوا الفيديوهات ديات كانت لها مفعول السحر معكم وقدرتوا من خلالها انتم تحل في الامتحان بسهولة وانت داخل الامتحان كنت واثق من نفسك وكنت متأكد من إجابتك الحمد لله جات لرسائل كتيرة بتقول ان احنا قفلنا الامتحان بسبب شرح حددك على اليوتيوب والله يا حبيبي انا مبسوط جدا من الكلام ده وفرحان جدا بالمستوى اللي انتم وصلت له سواء معي أو مع غيري ببقى فرحان جدا لما بدأي طالب بيتابع مدرس على اليوتيوب وبيستفد منه وبيعد يتفرج وبيعد يدور على فيديوهات شرح ويتابع ويجيب من هنا ويجيب من هنا ده طالب كويس طالب عاوز يزاكر طالب مكتهد طالب عاوز يصل لهدفه دي كويس جدا ان فيه طالب لسه ان لسه فيه طالب بيدور ويبحث عن معلومة سواء مستر تامر او غيره فلان او علان ده كويس جدا ان شاء الله بدأنا ننزل فيديوهات يا رب تعجبكم شهر ابريل برضو عندنا شهر ابريل وحدتين من اول ربعة بغيره تاني عدادي كل صف وحدتين هننزل بدأنا ننزل بعض الفيديوهات تاني عدادي نزلت بننزل النهاردة ان شاء الله اول عدادي نزلنا سنة ربعة بننزل بعض الصف اللي هي الاولى وثانية وثالثة بداية ديت يعني على كل فترات كده لان دايما او ما اليوم برضو حقق علينا الطفل الصغير ده محتاج برضو نعوده على اليوتيوب ونعوده ان هو يتفرج ويبقى فاهم يعني ايه فيديو يتفرج عليه وشرح عشان هو ده الجيل اللي جاي وده المستقبل اللي جاي وانت يا رب الحمد لله قد مبسوط جدا الفيديوهات الاخيرة بتاع التاني عدادي بالذات كانت حققها مشاهدات كتير قوي الوحدتين اللي فاتهم وكاد كومنتز بوردو كتيرا ده الحمد لله وكنت مبسوط جدا من التعليقات بتاعتكم وقد ايه انتوا فرحانين ومبسوطين من الشرح هذا ده من فضل ربنا علينا كلنا ان هو الحمد لله ربنا بيسهل اموري ان انا اقدر ليوصل لك المعلومة بكل سهولة دي دي ميزة ان انت توصل المعلومة ببساطة جدا زي ما قلت احنا بنحاول بقدر الامكان ده شرح الدرس اصلا احنا كده كده بنشر حداف الدرس بنصور وحنا في الحصة ساعات بيقى فيديو فيه عيوب الدوشة مش عقل صوت ده غصبا عننا ساعات ممكن صوت واطي برضه غصبا عننا يا شباب انا بصور حصة لان انا مش فاضي لتصوير ريوتيوب بس انا ده شغل درس بتاع السنتر انا بصور لك الفيديو وبحطه لك عشان الكل يستفاد منه والحمد لله بلاقي تعليقات كويسة وبلاقي الناس مستجيبة جدا يا رب ان شاء الله تكونوا مبسوطين يا رب تكونوا توفقتهم في الامتحان اللي فادة وقدرتوا تجيبوا درجات كويسة وما يكونش حد غلط وحتى لو غلطنا نتعلم من اخطأنا ونصحق اخطأنا اللي جاية ونستفيد ان شاء الله من الفيديوهات اللي جاية ويحاول برضه بقدر الامكان الفيديوهات ديت زي ما قلت لابلي كده تدلع الخير تفاعله وانت حاول تبعادتها لكل صحابك ذات مرحلة الاعدادية نزل على اللينكات عندك على الفيس شيرها لاصحابك كلهم خليهم يستفيدوا كلهم يعني خلينا كلنا نستفيد والفايدة عم على الكل والخير يعم على ايه على الكل وتاني مرة كل سنة وانتوا طيبين بشهر رمضان دخلين على شهر الصيام بنصحكم و بنصح نفسي ان احنا نستغل الشهر ده في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الزكر دايما نذكر ربنا طول اليوم ما نكسلش الصلاة يا شباب اهم حاجة الصلاة الصلاة ما تفوتش ولا فرض حاول تكون كل صلاتك في المسجد ان شاء الله اعمل لنفسك ورد يومي من القرآن جزء او جزئين او ثلاثة على حسب استطاعتك ان شاء الله ده مش هيعطلك مذاكرتك بالعكس ربنا هيديك القوة جدا والدافع ان انت تكمل مذاكرتك استغل فترة الرمضان ديت ان انت تطلع باكبر كمية من المكاسب ومن الحسنات ومن الثواب العمر بيعدي بنا وده كله انت مخلوق كمان مش عشان المذاكرة بس انت مخلوق عشان العبادة عشان تعبد ربنا و و و و وكلك هدف في حياتك ان انت كلنا بنسعى للجنة هو ده هدفنا بنحاول كل واحد بيدور على حسنات بطريقته انا بيدور على حسنات بطريقة ان الفيديوهات دي تبقى للخير للناس كلها انت بتدور على حسنات ان انت بتفرح باباك ومامتك باجتهادك ومذاكرتك لان كل ما تجتهد وكل ما تذاكر كل ما باباك ومامتك كانوا هفرحانين بيك هتكون انت بر بيهم عشان انت او تضيحش تعبهم ومصارفهم وفلوسهم ديت انت كمان بتحاول ان انت ترضي ربنا عن طريق باباك ومامتك بتحاول ان انت تستفيد وتستغل وقتك باكبر كمية ممكنة بده ما بنتفرج على فيديوهات خيبة بنتفرج على فيديوهات ممكن نستفيد منها سواء فيديوهات تعليمية او فيديوهات دينية بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نضيحش عمرنا ووقتنا في كلام فاضي انشاء قدر اقولك اكتر من كده استغل رمضان بالشكل السليم اللي يرضيك وتبقى فرحان بنفسك وتبقى ربنا راضي عنك وفرحان بيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين